السلام عليكم وهنا فيكم في فيديو جريد اليوم سنستعرض معكم IOS 60.1 سيكون نازل مع IOS 60.1 والواتش الجديد والماك الجديد والسفتيارات كلها في الوقت الآن نزلت عندنا سنستعرض لكم الآن الميزات والأشياء الموجودة في IOS 60.1 أول شيء في IOS 60 أرجعت لنا خيار النسبة المائوية للبطارية فالآن لو تشغل النسبة المائوية للبطارية سترى عندنا تتحرك عندك هنا النسبة لكن البطارية التي لديك الخلفية الشكل لم تكن تتحرك عندنا إلا في فل تكون فل عندنا تنزل شوي لكن بعدين لا تتغير عندك تحت إلى من تنزل تحت العشرين لكن الآن في IOS 60.1 سترى خط الأحمر بعد أن يرقى العشرين تحول العادي لكن يمشي معك لو لدينا مثلا بطاريتك خمسين سترى الخط الخلفي والورى الأرقام سيكون خمسين فهي صار تفاعلي البطارية نفسها ليس فقط أرقام فهذه الحركة الجديدة والتي أصلا أبل لا أدري لماذا حطت الحركة الغبية في IOS 60 بدايتها لكن الآن عدتها أبل ونزلتها لجهزة القديمة يعني بعض الجهزة لم تنزلت عندهم هذه الحركة الآن نزلتها لكم أبل وأيضا الهبتك فيدباك لحق الكيبورد فلو بروح مثلا من دلنا الصوت هنا سنرى الخيار الجديد لحق الصوت استجابة لوحة المفاتيح مثل ما نرى الحس اللمسي لو من شكله طبعا أبل تقول لك أن هذه لو تشقلها تشوف الهبتك فيدباك لحق الجهاز نفس الانجين وتضغط على أي كيبورد يهتز عندك يقول لك أنك تصرف بطارية هذا الخيار لكن الآن في IOS 60 بدايتها عدلتها بلي قليلا ولكن تجربها تشقلها وكتب في الجهاز عندك كيبورد وشوف إذا عجبتك أو لم أعجبتك والديناميك آيلاند الآن إذا لديك ليفونات الجديدة الـ 14 برو والـ 14 برو ميكس هذا خيار موجود عندنا الكل يعرف الـ 14 برو و 14 برو ميكس الآن إذا كانت عندك الخلفية لونها رمادي فلو تشقل الآن الموسيقى عندك راح تشوف كيف تكون عندك الديناميك آيلاند الآن شغلنا معكم الموسيقى إذا الخلفية لونها بيض ما راح يصير أي شيء لكن إذا الخلفية لونها أسود شوف كيف الحد أو الحز اللي راح يكون على الديناميك آيلاند فالسهم شي أنك توريك أن فيه هنا المكان اللي تقدر تلمس له مثل ما نشوف إذا كان عندك الخلفية لونها سود راح يطلع عندك الحد اللي يكون على الديناميك آيلاند يعلمك وانت قدر تلمس عشان نبقيه لحق الديناميك آيلاند مثل ما نشوف الآن إذا كانت عندك مباراة إذا كان عندك أوبر طالب أوبر راح تشوف في نفس الجهاز من تحت عندك راح يمشي عندك مثل ما نشوف لحق الوجهة نفس السيليين وصل لك الشخص إذا كان عندك الجهاز الجديد فرح يكون عندك مع الديناميك آيلاند راح يكون عندك هذه الميزة فوق فإذا كان عندك برامجة حق مباريات أو الأشياء ما يحتاج تفتح البرنامج ويجيك تنبيه كل مرة خاصة مبارا عندك وجودة راح تشوف كل شي هنا ومش معاك وميزة جديدة في برنامج اللياقة الآن تستطيع تستخدم برنامج اللياقة في أبل بفتنس مثلا بلس بدون ما يكون عندك أبل واتش ما يحتاج أن يكون عندك أبل واتش بالجوال نفسه يحسب لك كل شي فهذا الميزة جديدة في IOS 60.1 وبرضو هذه الميزة ليست في جميع الدول على حسب الدول التي لديك لكن إذا خشيت البطارية الآن وذهب إلى صحة البطارية في خيار جديد من أن نشوف عندنا الانتحد الشحن باستخدام طاقة نظيفة هذه على حسب الريجن ليس في جميع الدول لكن الميزة ليس لديك هنا ستكون تحت طبعا في المحفظة إذا كان عندك أبل كارد إذا كنت في أمريكا طبعا سيكون عندك هنا خيار جديد لأبل أن تستثمر طبعا ما سيحدث في أمريكا هنا تخش العليدات العائلة التي لديك في نفس الصور هنا سترى خيار لحق مشاركة مكتبة الصور هذا الخيار إذا شغلت عندك والعائلة عندك وكل شيء موجودين إذا طلعتها مثلا تمشية أو شيء وتشغل هذا الخيار عندك هنا أي صورة تصورها ستشاركون مع بعض كلكم في ألبوم صور مشترك طبعا إذا كنت مش عائلة وأنت مشارك مع أشخاص تمنى الشخص اللي بيشارك معك هذا الشيء يكون عنده ذاكرة أوه مثلا أنا مشارك مع العائلة أنا اللي عندي الأي كلاود وأنا عندي المساحة الكبيرة لأنهم لا يخدمون عنهم مساحة لأنهم لا يوجدون مساحة لأنهم لا يوجد شخص لديهم مثلا خمسة قيقية بيشارك معك ستكون العبء عالية والذاكير اللي بتأخذونها من أهو فخمسة قيقية لا تكفي وإذا دخلت هنا في الصور اللي عندك في الجهاز ونروح الصور عندك هنا ونضغط هنا ستشاهد الخيارات هنا مثلا خيارات المكتبة الشخصية هذا المكتبة لك أنت أو المكتبة لك المشاركة مع العائلة تضغط هنا ستشاهد الصور وفيديوهات المشاركة مع العائلة لا أستطيع أن أفتحها لكم هنا الآن وهنا الكل في آخر الوقت هذا الكل فالكل مخبوص في كل شيء فحركة هلوة لا يحتاج أن تظهروا من سفرة أو أي مكان يظهروا شقر هذا الخيار وصوروا براحتك وتدري أن العائل سيصور من الصور ويقدرون يحفظون ويقدرون يحذفون الصورة إذا حذفوا الصورة من عندهم ستنهذف من عندك إذا حذلوا الصورة يعني كلكم في ألبوم واحد وكلكم مؤثرين على الألبوم نفسه طبعا هذه أكثر ميزات لأشياء الثانية تحسينات وتحديلات خفيفة يعني ما يحتاج تكلم عنها الوجت الميزيك كان في مشاكل عدلتها أبل هناك الوالت الآن الميزة جديدة أنك تدير تسوي إضافة أو إزالة للوالت نفسه لجيء تحذفها سيقول لك أنك لازم تحذف مثلا ما نشوف البطائق حقينك من العدلات تخش العدلات المحفظة وتحديل البطائق هناك في خيار ثاني برضو لحق الأبستور إذا تخشي أبستور هنا ستنزل تحت ستشوف هنا المحتوى داخل التطبيق يقدر ينزل على طول المحتوى الداخل التطبيق بما يحتاج تفتح التطبيق فتقرطها فيه وتشكلها بكيفك أنت خيارات خفيفة وتعديلات خفيفة تحسينات في البطارية تحسينات مثلا في برنامج الكاميرا مثلا ما نشوف هنا التنقل في الكاميرا صار أسلس خصوصا في الآيفونات الجديدة فتحسينات وتعديلات هو 100% لأيو السكسي بويتور سيكون أفضل بكثير من النظمة اللي نزلت في البداية بسبب أنها قبل الآن عرفت المشاكل وعرفت كل شيء وجلسة تحللها وتعدلها فأنصح كل شيخ ننزل هذا السوكتوير هذه أقوى الميزات في أشياء ثانية المتر أكسسوريز والتعديلات الثانية طبعا ما رح نتكلم كثير عن الميزات أو التعديلات اللي داخل النظام في أشياء ثانية طبعا أو تكلمت لكم عنها في البيتا فلو تخرش مثلا اليوتيوب نروح حق القناة عندي لو تشوف قوائم التشغيل أو تضغط على النسخ التجريبي عندنا هنا راح تشوف آخر فيديوهات خصوصا النسخة النهائية اللي هي تكلمت لكم عن ميزات بعضها ما تكلمت لكم عنها هنا البيتا الخامس في ميزات البيتا الثالث برضو والرابع هذا A60.2 لو تشوفونها هنا راح تكون في ميزات أكثر واتكلم لكم التحسينات وتعديلات هناك موجودة وفي نهاية الفيديو استمتعوا في هذا السوفتوير ونشوف متى راح تنزل A60.2 وتنسون السراك في غناء بسراك في حسابي سنابت شارت شارع وضواتكم وعمل لك المكتاب لا تنسون ضدعاكم والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر